اهلا وسهلا فيكم في دارس guitar.net ومعكن رمزي ودروس الفلمانكو جيتار عم نحكي عن الرومبا سترومنج باترن وصلنا لآخر باترن اللي هو العاشر وهالباترن مألف من عشر خطوات اكتريت الباترن زي اللي حكينا عنه مألفين من تماني لكن هالعشر الخطوات اللي بها الباترن بيقعوا بضمن اربعة بيتس اوكي فتقسيم هاي الخطوات العاشرة منه متساوي زمنيا اذا بدنا نشرح كيف بيكون تقسيمهن نعرف انه اول وثاني وثالث خطوة بألف وآول بيت رابع وخامس وثادس خطوة بألف وثاني بيت سابع وثامن خطوة بألف وثالث بيت وتاسع وعاشر خطوة بألف ورابع بيت اوكي هالباترن منه كتير يستعمل انا سامعه بمعزوفة الاباكوليوسية اسمه رنبا امبروفيس هذا بآخر هال معجوفة بيستعملوا هالستروميك باترن فيكن تتعلموه بس بده تمرين منيح يعني صعب شوي اوكي فخلينا نحكي عنه مألف من اول خطوة اللي هي بي لتحت مع قلبي اي ام تحت لتربلز بعدين قلبي تحت لتربلز اي ام قلبي فوق البيسز بالبي بعدين في عنا قلبي فوق البيسز مع اي ام اي لتحت بها الطريقة بعدين في عنا بي رست ستروك على سادس سترينج بي لتحت مع قلبي اي ام تحت لتربلز يلي هي اجمالا اللي هتبلش من خامس سترينج لانه بالخطوة اللي قبله عملنا رست ستروك من السادس للخامس اوكي سابع خطوة بتكون قلبي اي ام تحت لتربلز تامن خطوة قلبي بالبي فوق البيسز تاسع خطوة قلبي بالبي فوق البيسز مع اي ام اي لتحت بها الطريقة فيها برمية الرسغ اوكي واخر خطوة للعاشرة هي P قلبي فوق البيسز اوكي خلينا نرجع نراجح P لتحت مع قلبي قلبي تحت التربلز قلبي فوق البيسز اي ام اي لتحت مع قلبي فوق البيسز رست ستروك من السادس للخامس وP لتحت مع قلبي تحت التربلز من خامس واتر منبالش هالحركة اوكي بعدين قلبي تحت التربلز قلبي فوق البيسز و اي ام اي لتحت مع قلبي وبعدين بيسز هلا اذا بدنا نلعب هالباترن مع مترونوم وحاطين كورد الاي ماينر باري على السبنت فرت يلي هو بها الطريقة بصير الصوت بهالشكل باري بارين بارين ترجمة نانسي قنع شكرا